في التقرير الخاص تكسي المطار الرسمي لا يلتزم بتسعيرة أو قانون والشكوى ترتفع من الاستغلال الذي يطول السياح والزوار تقرير هيثم خواند من لم ترهبه الأوضاع الأمنية والتوتر السياسي المتصاعد وحتى انقطاع الكهرباء المزمن وأصر على المجيء إلى لبنان لسبب أو لآخر لابد أن يكون جرب الشطارة اللبنانية التقليدية كي لا نقول الاستغلال البشع ففي الفترة الأخيرة كثرت الشكاوى عن عودة سائقي تاكسي المطار لرفع أسعارهم بنسب خيالية معوضين ربما عن غلاء البنزين والأوضاع المعاشية الصعبة باستياد الزبائن لا بل اقتناصهم وللتأكد من هذه الأخبار رافقنا أحد السياح الأجانب في رحلة خروجه من بوابة الوصول في مطار رفيق الحرير الدولي 30 دولاراً إذن هي أجرة تاكسي المطار الرسمي لقطع مسافة لا تتجاوز التسعة كيلومترات بين المطار وأحد فنادق وسط العاصمة ويكفي في اتصال واحد مع أي شركة تاكسي أخرى خارج حرم المطار للتأكد من الصرقة التي حصلت بدي أسألك بس بدي عزبك إذا بدنا تاكسي من المطار على داونتون شو كالفتاة؟ 17 ألف 17 ألف؟ نعم المسؤولية عن هذه الفوضى غير محددة وموزعة بين أطراف عداه وزارة السياحة لا علاقة لها ولا من قريب ولا من بعيد بتنظيم تاكسي المطار وما في عندها صلحية بأي شاء له علاقة بالمطار تاكسي المطار لا يخضع إلى وزارة السياحة بأي شك من الأشكال الشرطة السياحية طلبنا منها أنها تكون موجودة وتعطي كل إنسان ياخد تاكسي تعرفة أو تقول له قد ياشت تعرفة طبعا أنا عندي 70 عنصر بدون يغطوا منق التدخين على كل الأراضي اللبنانية والمطار 24 ساعة بنهار شيء مستحيل وتأكد طيب كل شيء على المطار في وراءه عملية منظمة كليا لتعدي على المال العام أما الحل فمؤجل حتى إشعار آخر ولكن واقع الأمر أنه بستحي أنا كوزير سياحة بهالخدمة أنا بنصح كل لبناني وكل سائح الطريقة الوحيدة هي الطريقة الديمقراطية فمكتب وزارة السياحة موجود على المطار مفتوحة بوابه لساعة 12 وهو مستعد أن تستعملوا هالتليفون اللي ما معه يخذيه ويفوت يتلفن فيه 20, 30, 40, 50 شركة تاكسي موجودين وتليفوناتهم موجودة على كل دليل التليفون وعادة يتراوح السعر وأنتم تعرف كل بنيهم يعرفوا بين 15 و20 ألف مشكلة تاكسي المطار واحدة من عشرات الملفات الشائكة في مطار بيروت الدولي ملفات تنتظر الحل إذانا بتطور السياحة واستقدام السياح